موسيقى بالنسبة للربح اليوتيوب لم يجبتي هذا الموضوع حيث الكثير من الناس غالطين لنشرح هذه القادية لديك شروط هناك شروط إذا تريد أن تربحي خص ألف واحد التي تفرج في الفيديو من الأول إلى الأخر ألف واحد إلا تخذي عشرة دران لذلك نقولها لم أحسنت أشبه شوية لذلك موسيقى لذلك ألف واحد إلا تكون وصلة فيديو لذلك المليون لا تقول لذلك مليون لذلك سوف نضربها في معارض أجل و سوف تخرج لأحد لا لا مليون سوف تفرج باللقاء للناس في الفيديو من الأول إلى الأخر سنعرف أن الأقلي الذين تفرجون ذلك الفيديو من الأول تكريكي من هنا من هنا المدخل في يوتيوب لذلك أنا إذا كنت تفرج لي فيديو واحد في السمانة بحالي أنا إذا كنت معاولة على الفيديو سوف تنسي سوف تنسي سوف تنسي و سوف تقولي بالنقص من دكتة منا هذي كنت ترد الناس الذين يربحوا من يوتيوب يكونوا الأغلبية هم الناس الذين يكونوا بسطة و بزارة الفيديو يعني تلقى أن تضربوا واحد ثلاثة الفيديوهات في السمانة ربعة الفيديوهات في السمانة و يكونوا طوار أه كثرة من عشرة دقائق باش نوصف باش نعطيك واحد نقطة مهمة تكون كثرة من عشرة دقائق باش حتى لو بغيت يديريش إشهارات في الوسط كنت أكسبت من عندي يوتيوب أنا كتدخلهم إذا كانت لديك قليل من عشرة دقائق باش نعطيك الفيديوهات و حطيتها هكذا يعني أن الأغلبية الفيديوهات لا يكون لديك قليل لكن تفايتها عشرة دقائق و عشرة دقائق لن نلعب على فيديوهات قليل رغم أنني أضع فيديوهات إقلال و قليل من عشرة دقائق فلا يكون لديك ربح كبير هذه أول نقطة ثاني نقطة الناس الذين يربحوا من يوتيوب يكونوا داخل المعادة الناتوارك الناتوارك لن نقول كل شيء مهم نعرف بنات داخلي في الناتوارك اللي هو كي عاونك لكي تدخلي فلوس كثير أنا مداخله مع الناتوارك يوتيوب لكي تزوينها هي أنها قد نقول لك تشهرك لكي تجعلني الضطخ يعني قد نقول لك بأن الربح يأتي حتى من بره و خذك الأقلية لكي تدخلني مثلا أنا من الربح يكون من عند لهم يجول عندك يقول لك فهي يوتيوب تزوينها في هذا القدير هي أنها تتعرفك لكي تجعلني الناس وحدين وخرين يتعاملون معك و يخلصوك كي يكونوا ملع ماخ كي يكونوا سواء إذا كنت تدخل مع الناتوارك فهي كتفمتي كي يساعد ما عنديش زعم فكرة كبيرة كي يساعد أنه يدخل و لكني تخيز اكتف على يوتيوب يعني كتحطي بزاف ديال 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 تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي سوف تكتشف بارئي ترجمة کنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة